السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكلم على معاني رموز اعطال تلاجة ميديا والتلاجة الاعطال اللي بتبقى اكثر انتشارا ازاي تعرف معنى العطل وتقدر تغيره طبعا معظم الاعطال بيكون حساسات او مروحها والضغط فتقدر تعرف العطل علشان تقيس القطع التلفة ديت او تشوف الاسلاك بتاعتها وتقدر تغير القطع التلفة عطل اي اه زيرو ده مشكلة قطأ في صانع التلك بتاع التلاجة ميديا طبعا بيكون في مشكلة الاسباب ممكن يكون هناك صجبة او قطع في الاسلاك اللي تربط بين الجهاز وصنع التلاج اه ازا كان محارج صنع تلاج اه يواجه مشكلة في التشغيل قد يكون هذا السبب سبب الخطأ وقد يكون سبب مكسف صنع التلاجة مضطلن او ضعيف في تشغيل بشكل صحيح. قد يكون هناك عطبة في اللوحة الالترونية رأسية للتلاجة طبعا لما نتأكد من كل الحاجات ديت اه اتحلت او ما فيهاش مشكلة بيكون المشكلة في اللوحة الترونية. طيب اه نتخذ الاجراءات ايه او نقدر نعمل ايه لو ظهر معانا او 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 مشكلة في صنع التلاج نفس التلاجة عن مصدر القهربة ونحقق من حالة مصر ضفيدة صنع التلج نتأكل من الاسلاك ما فيش اي اسلاك مقطوع او السوكت مش راكب في مكانه والصحيح ونقيس مقامة محرك صنع التلج طبعا لو تالف اه بنستبدله ونتأكد من قدرة المكسف المستخدم في صنع التلج انه بنكون لو طبعا الفنيين اللي يكون معاه اه افو متر بيتقاس بالميكروفرات بنكون واحد وتمانية وعشرة ميكروفرات لو ضعيف المكسف ضعيف طبعا بنغيره بواحد نفس القيبة. اه رخم اربعة نضع صنع التلج في وضع الاختبار بنعمل له تيست مود. علشان ينشطه ويظهر لو في اي اي او نقدر اه يظهر معانا. اه وضع الاختبار دوت بنضغط على زر تيست على صنع التلج ونتحقق اه مما كان يعمل بشكل صحيح او لا. اذا لم تحلل المشكلة بعد الخطوات السابقة يمكن استبدال محرك اي سي ميكر او حتى عنصر صنع التلج بالكامل. لو كل الحاجات دي ما حلتش معانا بيبقى الاي سي ميكر هو تالف محتاج تغيير. اه اذا استمر الخطأ بعد اتخاذ كل الاجرات المذكورة علىها ممكن يكون خلل في اللوحة الالكترونية الرئاسية مش موصلة او مش بتد اوامر لصنع التلج او متر. اه طيب اه اه واحد ده مشكلة في حساس التلاجة يشير عدم كدر التلاجة في استقبال اشارة من حساس درجة الحرارة الداخلية للتلاجة. اه التلاجة ما بتحسش باي درجة حرارة او اه الحساس مش بيحس بتلجة حرارة. طيب ايه الاسباب? بيكون تلف في الاسلاك الموصلة بحساس درجة الحرارة. ممكن يكون الحساس نفسه تالف محتاج التغيير طبعا بنقدر نقيسه قبل ما نغيره. وممكن يكون مشكلة في اللوحة الالكترونية او الكارتة اللي هي مش بتوصله او مش بتديره امر ان هو يشتغل او قطع طبعا من الاسلاك من اللوحة الالكترونية والحساس نفسه. اه الاصلاح اه نصر التلاجة عن القهرباء. ونتأكد من الاسلاك ونقيس المقاومة بتاع حساس التلاجة اه او حساس درجة الحرارة بتاع التلاجة. اه بيدينا اتنين كيلو اوم لما يكون درجة الحرارة خمسة وعشرين درجة ما قوي اللي هي درجة حرارت الجو العادية. طب لو حطنا حطينا الحساس في تلجة او في مياه بردة طبعا اه او حطناها في مياه سخنة. بيختلف الارائت معاية بتاعall او بتزيد لما تختلف درجة حرارة الجو يبقى كده شغال معاني. لو ما ايقراش معانا. آآ فيه درجة الحارت الجاو العادية في مياه السخنة او في المياه البردة طبعا بيكون تالف او ده نائريات مختلفة بيكون تالف. قطل ايه اتنين ده بيكون حساس الفريزر. اه. حساس الفريزر برضو مش شغال. اه محتاج يتغير بس قبل ما يتغير بنتأكد من الاسلاك. اه بحساس درجة حرارة المجمد. ممكن يكون اه الحساس نفسه تالف وممكن يكون مشكلة في اللوحة الالكترونية مش موصلة له اه بنفس المصدر القربة وانتحقق من الاسلاك والضفيرة بتاع الحساس درجة الحرارة بتاع الفريزر. متأكد ما فيش اي قطع في الاسلاك ونقيس المقاومة بتاعته اه بالافو ميتر بيدينا اتنين كل اوم اه عند درجة حرارة خمسة وعشرين زي التاني ولو استمر الخطأ الخطوات السابقة ممكن يكون اللوحة الالكترونية. ايه? تلاتة ده حساس اه فليكس. مشير الى ده عدم قدرة تلاجم ميديا في استقبال اشارة من حساس درجة الحرارة الداخلي. وتلات اسباب لسبب ايه? ايه تلاتة العطل ايه تلاتة محتملة. ممكن يكون تلف اه حساس درجة الحرارة. ممكن يكون الحساس نفسه تلف وممكن يكون مشكلة في اللوحة الالكترونية. طبعا بنصل للتلاجة عن نظر القربة. وبنتأكد من اه الضفيرة او الاسلاك ما فيش اي قطع والسوكت بشكل كويس. ونستخدم جهاز او جهاز اه جهاز المقاومة. لفحص المقاومة بيدينا تلاتة وسبعة وتسعين كيلو اوم عند درجة حرارة عشرة مقوية. ولو استمر الخطأ طبعا بنكون اللوحة الالكترونية. طيب عطل ايه اربعة ده مشكلة في حساس دوبان التلج او السيرمو ديسك. برضو الاسباب المحتملة ممكن يكون الحساس نفسه او الاسلاك او اللوحة الالكترونية. وبنتقدر نختبره بالكيلو اوم بيدينا 11 كيلو اوم عند درجة حرارة عشرة مقوية. وبختلف برضو مع درجة الحرارة او قلت. وي ايه خمسة حساس زوبان التلج المجمد اللي هو حساس السخان. اه عدم قدرة التلاجة استبال. اه الاسباب المحتملة ممكن يكون في الاسلاك. وممكن يكون في الحساس نفسه. ممكن يكون في المشكلة الالكترونية. وبرضو نصر التلاجة ونتأكد منه ونتأكد من اياسه. بيدينا 14 كيلو اوم تقريبا لما يكون سالب خمستاشر درجة لانه هو اللي بيشغل السقان بنقدر نحطه في تلجة علشان نقدر نختبره زي السرمودسك بتاع تلاجة العادي. اذا استمر الخطأ يمكن اللوحة الالكترونية او التواصلات بالعادي. طيب اه عطل ايه 6 ده خطأ بين لوحة الالكترونية او كارتة واللوحة والشاشة. يعني يكون اللوحة الالكترونية او كارتة اللي هي اللوحة الرئاسية. وايه الشاشة او الازرر اللي احنا بنعمل عليها او الشاشة اللي بيظهر فيها اللوحة فمش موصلين ببعض. بسبب برطو اسلاك مقطوعة. بيظهر لنا عطل ايه 6. يكون الاسلاك فيها مشكلة. وممكن يكون لوحة اه فيها مشكلة. وممكن يكون اللوحة الالكترونية الشاشة فيها مشكلة او اللوحة الالكترونية فيها مشكلة طبعا. بنقدر نفحصهم ونشوف اتالف بتاعهم. اه لو لوحة الالكترونية او لوحة الشاشة او الاسلاك اللي وصلة اما بينه. ايه سابعة ده حساس درجة حرارة الغرفة. الحساس درجة حرارة الغرفة دوت اللي هو اه بيقيس درجة الحرارة الجو المحيط. لان التلاجة لو في جو المحيط اه حرارته عالية جدا فعشان المطور ما يتحرقش وعشان الغسالة ما تشتغلش وقت التلاجة ما تشتغلش وقت طويل بسبب الحرارة العالية او بيكون غلطة على التلاجة. فيصل لرجة حرارة الغرفة. وده بيحصل لما يكون درجة الحرارة عالية اكتر من اللازم. او مش يشغلين بتجاز او فرنة او اي حاجة حرارتها عالية او يكون فيه شمس في المكان او في الحيطة اللي خلف التلاجة. فيصل درجة حرارة الغرفة دوت. وده غالبا بيكون برا التلاجة في الخلف. اه ممكن يكون برضو اسلاك وفيها مشكلة او الحساس نفسه او اه نحل المشاكل لو الحرارة عالية يكون السبب فيها لازم يكون مكان جيد التهوية. ونقدر نفحص السخان الحساس لو بايز بيدينا اتنين كله قوم عند ضربة حرارة الجو العادية. ايه تمانية ده حساس زوبان التالج. برضو يكون الحساس نفسه تالف او الوصلات بتاعته او اللوحة الالكترونية ونفصل للتلاجة ونقدر نقيسه بيدينا خمسة وعشرين كله قوم عند سالب خمسة وعشرين درجة لازم نستخدم بتالج او ممكن يكون اللوحة الالكترونية. ايه تسعة تلاجة الميديا ارتفاع درجة حرارة المجمد او التلاجة بتكون اا التبريد ضعيف. طيب ايه سبب ايه تسعة والتبريد ضعيف ممكن يكون حدث تسريب اللي هو بين بين التلاجة الباب مش بقفول كويس. باب الفريزر او باب التلاجة. فااا التبريد بيخرج لبرة. ممكن اا تراكم القبار على موصل التلاجة لازم ننظف المكسف اللي بيكون جنب المطور او خلف التلاجة. اا لو عليها اتربة كتير ممكن يسبب المشكلة ديت والتلاجة ما تبردش كويس وممكن برضو الجو المحيط او اا لو شغلنا حاجة سخنة او الجو حر اكتر من اللازم وممكن كمان لو كهرباء منخفضة برضو مش هتشتغل بشكل كويس والتبريد هيضعف. كل دي اسباب عادية تقدر تعرفها بنفسك. ممكن يكون بقى الاسباب الفنية مروحة التلاجة. اا او مروحة الفريزر تكون اا مش شغالة بسبب تكوين تقلقها حواليها او تلفى محتاجة تغيير. وممكن طبعا اا دائرة دي فروس اللي هو السخنة والحساس بتاع السخنة برضو هيسبب اا التفاع درجة الحرارة او تبريد ضعيف. وتسريب الفريون ممكن برضو تكون مشكلة الفريون. اا كل دي اسباب محتملة. اا لو الفريون طبعا مش موجود فهيسبب ان التلاجة مش هتبري كويس او اا اتصرب الفريون فمش هتبري كويس او حتى سدد في الموثير الفريون فكل دوت او حتى لو المطور مش شغال بنقدر نشوف المطور بناقدر من نضف اا المكسف بنقدر نتأكد من حرارة الجو بنقدر نتأكد من الباب مقفول كويس بتاع التلاجة. اا كل ده بنقدر نشوف هل الشبكة وبناء بالتلاجة سخنة ولا لا عشان نتأكد ان في فريون ولا لا او مروحة الفريزر الشغالة ولا لا. ومشوف هل متكون برضو تلجة ولا لا. لو متكون تلج ممكن يكون هو دوت اللي قافل الفتحات او المروحة مش بتبرد. فنقدر نفحصها بنفسنا ونتعامل معها. اا بنقوم بفصل القهربة. ووضع. اا تلاجة في مكان جديد التهوية وان الباب مقفول بشكل كويس وموسير المكسف نظيفة. اللي هو الشبكة اللي خلف التلاجة او جنب المطور. ونفحص وصلات فيرة الاسلاك السخان وسخان ازابة التلج. ومروحة المبخر والمجمد. اا لو تلفق او المروحة بتاع المبخر والفريزر المش شغالة. فطبعا بنستبدلها. اا في حد توجود تسريف في اليون نفحص ثم اصلاح المبخر والضغط بناء على تشخيص الشخصي. طيب اي اي اي? ده مشكلة في خطأ حساس صانع التلج. ممكن يكون اا فيه برضو مشكلة في الاسلاك او حساس صانع التلج نفسه تلف او مشكلة في اللوحة الالكترونية. نفحصهم التلاتة. ونستبدل التالف.